أخونا العطاء يطلب نصيحة للتعامل الآن انتشر التعامل بالربا لأن موضوع النقود والسيول الآن في البنوك فيه وشكال فكثير من الناس يذهب وعايز يشتري حاجة عايز يعني يعمل معاملات فصار الأمر الربا الآن كأنه مباحش الله سبحانه وتعالى يفتننا الآن في مثل هذه المواقف هل نصير إلى الحلال وندعو الحرام أن نتساهل في أخذ الحرام فالربا باب عظيم من أبواب الإثم ويعني الربا أشد من الزنا يعني ليس كما يتصور الناس فلدرهم يعني من ربا أشد من زنا كثير كما في بعض الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام فبالتالي يعني هنا الآن في صور وقعت الآن أو تقع يعني بحجة نقص السيولة من مثل ذلك يعني قضية الكسر الشيكات بالكاش عرفت بشكل مباشر يعني شخص يكون عنده شيك بخمسين ألف فيعني يقوم يكسره مثلا بأربعين يعني يأخذ الأربعين ويقدم الشيك هذا ربا هذا ربا لأنه هذا من جنس أغماب ينطبق عليه وصف الصرف أبدا لأن الصرف هو عملات مختلفة لأنه نحن في عملة واحدة الجنيه الجنيه عملة واحدة يعني فبالتالي لا يجوز بيع الشيء يعني المماثري مفاضلة لا يجوز يعني في الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الطعام بالطعام ولا الملح بالملح فهذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز بيع بعضها أو بيع الجنس منها مفاضلة وإنما ينبغي أن يكون من جنس آخر يعني الدولار مثلا بالجنين ونحو ذلك هنا تصح المفاضلة بالقيد والشرط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يدا بيد يعني لم يكن هناك تأجيل في هذا فإذا حصل التأجيل وذا حاصل اليوم أيضا حتى في العملات يعني أن الشيك يكون مؤجل يعني هو يبيع الدولار الكاش مثلا بشيكات مؤجلة أيضا هذا ربع لا يجوز فبالتالي إذن يعني الناس ينبغي عليهم أن يتجنبوا يعني هذا الربع طبعا أفحش من هذا وأظهر ما يتعلق اليوم بقضية الفوائد يعني شخص إنسان نمشي يعني لصاحب بقالة يريد يقترض منه مبلغ كاش يقول له خلاص رجعوا لي بكرة بالزيادة تديني فائدة شنو تديني فائدة الفائدة هذه ربع ويتكلموا بهذا الأسلوب أحيانا يعني بكل سهولة بعض الناس الناس مضطرة والنقود الآن بيقلت ما فيه أيوة فبقوا يعني يتكلموا في هذه المسألة وكأن الحالة اللي إحنا فيها دي يعني تبيح لهم أن يأكلوا الحرام وهذا لا يجوز يعني إحنا الحرام هذا يعني الإصابة الحرامي أو أخذه في حالات ضيقة جدا يعني كما قال الله سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يعني هذا الهلاك يعني سيهلك أو يقارب الهلاك هذه الصورة التي يمكن للناس أنهم يعني أنا مع شيء ما عليش أضرب مثل بسيط جدا صورة الهلاك يعني شخص لازم يجيب ليه قروش عرفته وما في شخص إلا نسأل الله العافية يعني يطيب الربا والده سيموت لأنه في دواء حيوي عرفت منقذ للحياة لازم يشتري هذا الدواء ولم يجد أحد يعني يطيه هذا الدواء الدواء هذا غالي نعرف أن بعض الأدوية ممكن تصل قيمتها إلى يعني 30 ألف و 40 ألف فبالتالي هو ما عنده حل إلا أنه يأخذ من هذا المجرم هذا الذي يعني يعطيه يقرضه بالربا ولم يجد شخصا آخر عرفتها هنا نقول لا قد هذا لأنه تنقذ والدك عرفت أنه والده على يقارب الهلاك سيموت عرفت فالله تعالى هذه الصورة ومثيلاته هي التي أباحها الله تعالى نعم نعم